نوادر جحى للأطفال ثلاثة وستون جحى يشهد الحق جاء صديق إلى جحى فرحب به قال الصديق إنني أتيت وأنا في أشد الحاجة إليك قال جحى هل تمر بضائقة مالية يا صديقي قال الصديق لا يا صديق العزيز لا حاجة لي في المال فالمال عندي كثير ولكنني في حاجة إليك كشاهد لتشهد في صالحي قال جحى شاهد على ماذا قال الصديق أريد منك أن تذهب معي إلى القاضي وتشهد أني أعطيت فلانا مئة إردب قمحا دينا عليه قال جحى ولكنني لم أشاهدك تعطي فلانا هذا القمح قال صديق جحى أعلم ذلك ولكنك صديقي وتحب لي الخير قال جحى قال جحى أي خير هذا إنك تطلب مني المستحيل قال الصديق في حزن لا تاني ما أتايت إليك كنت أعتقد أنك أقرب أصدقائي إلي وأفضلهم لا تاني ما قلت لك قال جحى لا تحزن يا صديقي ويمكنك أن تعثر على شاهد آخر يشهد لصالحك ولو كنت قد رأيت ذلك ما تخلفت عن الشهادة قال الرجل في خبص ما رأيك إذا كنت سأعطيك مقابل شهادتك هذه ثلاثين دينارة فماذا تقول وما رأيك فكر جحى قليلا ثم نظر إلى الصديق في سرور وقال ثلاثون دينارة مقابل شهادة بسيطة كهذه لا ترفض واعتبرني شاهدك فرح الرجل وقدم المبلغ الذي حدده إلى جحى وقال له غدا سأمر عليك في الصباح لنذهب معا إلى القاضي وفي اليوم التالي جاء الرجل إلى جحى وفي الطريق إلى القاضي قال الرجل لا تنس يا جحى مئة إردب قمحا أخذها المدين مني يوم السبت الماضي في حضورك أنت وحين مثل الرجل أمام القاضي ادعى أنه أعطى فلانا هذا مئة إردب قمحا ولكن فلانا هذا أنكر ذلك قال القاضي للرجل أشهد يا سيد القاضي أن هذا الرجل يدين هذا الشخص بمئة إردب شعيرا قال القاضي قال القاضي إنه يدعي قمحا وأنت تشهد بأنه شعير قال الرجل الشاكي يا جحى إنه قمح فقال جحى لا يا أخي إنه شعير قال القاضي ما معنى ذلك يا جحى قال جحى ما دامت شكوى هذا الرجل كذبا في كذب فالشهادة لا بد أن تكون زورا في زور فالقمح والشعير يستويان فحكم القاضي بحبس الشاكي شكرا